السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام وعزائي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مالو أستاذ محمد البخاري في هذا الفيديو إن شاء الله سنجد معكم فرض من فرض المراقبة المستمرة لمرحلة الثانية المستوى الخامس الابتداء مادة الاجتماعية إذن المادة الاجتماعية كما كان عرفوك تكون من ثلاثة ديال المواضيع موضوع في التاريخ وموضوع في الجغرافية وموضوع في التربية المدنية إذن اليوم سنحاول إن شاء الله نشرح لكم بعض التمارين في كل من التاريخ والجغرافية والتربية المدنية إذن نبدأ بالتاريخ سؤال أول أصل بخطة العبارة بمعناها الصحيح أمغار الليمس أكليد إذن جهاز دفاعي مكون من خندق وأسوار لمراقبة الهجومات زعيم التكتلات الكبرى أو للتكتلات الكبرى للقبائل في اتحاديات وهو بمثابة أمير الاسم الأمازيغي لشيخ القبيلة يتم اختياره بالانتخاب إذن أمغار هو لإسم الأمازيغي لشيخ القبيلة الليمس هو جهاز دفاعي نعم جهاز دفاعي مكون من خندق وأسوار لمراقبة المهجومات وأكليد وزعيم للتكتلات الكبرى للقبائل في اتحاديات وهو بمثابة أمير دوزو السؤال الثاني أكمل الجدول التالي حسب المطلوب إذن نكمل الجدول هذا حسب المطلوب عندي اللباس عندي الخلي عندي الغداء وعندي الأثات مظاهر عيش الأمازيغ مظاهر عيش الأمازيغ بالنسبة لللباس البرنس نعم إذن كانوا كيلبسوا البرنس بالنسبة للحلي عدنا المشبك مشباكون وكذلك الخميسة نعم الخميسة كتسمى الخميسة الحلي نعم إذن المشبك والخميسة بالنسبة للغداء الكسكس كسكسون بالنسبة للأثاث الأثاث عدنا السجاد سجاد ثم الأواني الخزفية آنية خزفية نعم آنية خزفية بالنسبة للسجاد يعني الزرابي الزرابي آمازيغية نعم الزرابي الآمازيغية نعم السؤال الموالي السؤال الثالث أسمي الكتابة التي كانت منتشرة في شمال إفريقيا إذن الكتابة من طبيعة الحال هي كتابة تيفي ناغ كتابة تيفي ناغ تيفي ناغ إذن هذه هي الكتابة التي كانت منتشرة في شمال إفريقيا السؤال الرابع بماذا كانت تتزين الأمازيغيات في الحفلات والأعراس إذن الأمازيغيات في الحفلات والأعراس بماذا كانت تتزين كانت تتزين بالعكر نعم بالعكر بالعكر والكحلي والحناء إذن كانوا كيديروا العكر والكحل والحناء نعم، إذن هذو الأمور اللي كانت كتزين بهم الأمازيغيات في الحفلات والأعراز ديرهم نسبتي للجغرافية الآن أملأ الفراغ بالكلمات التالية عندنا القسم الجنوبي، المناخ الجنوبي، المناخ المتوسطي، نوعين، والقسم الشمالي إذن يوجد في المغرب نوعين من المناخ ما هو الوهاد سالي سوف تح Orlando في المناخ الجنوب المناخ متوسطي وскريبا estamosidos في القسم الشمالي المناخ الاول في القسم الشمالي من الخارج ويتميز بوجود فصل الشتاء دافئ اذا فصلا من الشتاء بي?!" وفصل صيف حار ويسمى بك ويف ماذا يسمى بك المناخ المتوسط المناخ المتوسطي المناخ الذي يتواجد في القسم الشمالي يسمى المناخ المتوسطي والثانية تشير في القسم الجنوبي القسم الجنوبي من المغرب ويتميز بحرارة مرتفعة والجفاف طول السنة ويسمى بالمناخ الجنوبي نعم إذن يوجد في المغرب نوعين من المناخ الأول ينتشر في القسم الشمالي من المغرب ويتميز بوجود فصل شتاء دافئ وممطر وفصل صيف حار وجاف ويسمى بالمناخ المتوسطي والثاني ينتشر في القسم الجنوبي من المغرب ويتميز بالحرارة المرتفعة والجفاف طول السنة ويسمى بالمناخ الجنوبي ندزل السؤال الثاني أضع علامة في الخانة المناسبة عندي جمعة من العبارة هنا وقد نضع علامة إما في المناخ أو للطقس إذن كان الجو صحوا والشمس ساطعة بمدينة وزان يوم الخميس ثالث من يونيو 2021 إذن هنا كنتكلموا على المناخ ولا كنتكلموا على الطقس إذن هنا كنتكلموا على طقس يوم واحد العبارة الموالية عرف المغرب تساقطات مهمة وغزارة الثلوج سنة 2015 إذن التساقطات والغزارة ديها الثلوج هذا كنتكسمها المناخ فصل الشتاء في المغرب عموما دافئ وممطر وفصل الصيف حار وجاف إذن هنا كنتكلموا على المناخ بالنسبة للعبارة الآخيرة ولغيت يوم الأحد الثاني عشر من يناير 2020 مباراة في كرة القدم بسبب تهاطل الأمطار الغزير هنا كنتكلموا على الطقس من طبيعة الحال يعني طقس يوم واحد وهو يوم الأحد الثاني عشر من يناير 2020 والتي تلغت فيه مباراة في كرة القدم بسبب تهاطل الأمطار تهاطل الأمطار الغزيرة نعم سؤال الثالث أذكر المؤهلات الفلاحية في وطني ما هي المؤهلات الوطنية ديها المغرب إذن عدنا مؤهلات طبيعية مؤهلات بشرية وعدنا مؤهلات تقنية تقنية إذن مؤهلات طبيعية بشرية تقنية سؤال الرابع أذكر نوعين من المنتجات الزراعية ببلادي منتجات زراعية عدنا الحبوب ننتج الحبوب وكذلك القطاني القطاني إذن كذلك عدنا مزروعات سكرية عدنا مزروعات زيتية عدنا الحوامذ وعدنا الخضر والفواكه من طبيعة الحال إذن نطلب مني فقط نذكر نوعين من المنتجات الزراعية السؤال الخامس أذكر نوعين من الإنتاج الحيواني هناك نتكلم عن الحيواني إذن نتكلم عن المنتجات أو الإنتاج الحيواني عدنا الأغنام الأغنام ثم عدنا كذلك الدواجن يعني الدجاج الدواجن وكذلك هنا الأبقار الأبقار الإبل والماعز دوزل السؤال الموالي السؤال سيخص التربية المدنية إذن أنهينا التاريخ والجغرافية لدباء جاء الدور على التربية المدنية كذلك عشرة ديال النقاط السؤال الأول أصل بخط العبارات التالية عدنا الصدق في التعبير أحترموا أراء الآخرين أساعدوا مجموعة في طرح الأفكار عدم التردد أحترموا قواعد سير النقاش الثقة العالية بالنفس وبنسبة لهنا عدنا قواعد العمل ضمن الجماعة وهنا القدورات نسبة الصدق في التعبير تدخلوا ضمن القدورات نعم أحترموا أراء الآخرين هي من قواعد العمل في جماعة أساعدوا مجموعتي في طرح أفكار قواعد العمل في جماعة عدم التردد هي من القدورات عدنا أحترموا قواعد سير النقاش العمل ضمن مجموعة ثم الثقة العالية بالنفس هي من القدورات نمر للسؤال الثاني في السؤال الثاني موجود ذكر المرافق الموجودة في مدرستي ما هي المرافق؟ ده المرافق عندنا الأقسام ده توجد أقسام توجد ساحة ده ساحة المدرسة يوجد ملعب يوجد كذلك توجد مراحل أو ده مرافق صحية مرافق صحية يوجد مسكن للحارس يوجد مكتب للمدير ده كلها مرافق موجودة في مدرسة السؤال الموالي أسمي أنواع القدرات التي يتميز بها كل شخص من الأشخاص ده القدرات التي يتميز بها كل شخص من الأشخاص هي مثلا قدرات جسدية نتكلم عن الجسد قدرات جسدية قدرات عقلية وقدرات عاطفية نعم وقدرات عاطفية ده كلها قدرات يتميز بها كل شخص السؤال الرابع أصل بخط مصادر الأخطار والحوادث بالنتائج المترتبة عنها نهر وحوض وسباحة الحيوانات الكلاب العقارب مواد سيدلية مواد تطهير نار مواد سائلة ساخنة نوافذ سلاليم أسلاك كهربائية عارية هنا لدينا العض واللسع الحروق الغرق 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 نعم الغرق السعق الكهربائي التسمم والسقوط نهر وحوض سباحة ممكن ينتج عنه الغرق نعم بالنسبة للحيوانات يعني مثل الكلاب والعقارب يمكن ينتج عنه العض واللسع مواد سيدلية مواد التطهير يمكن ينتج عنها تسمم مواد سيدلية مواد التطهير تسمم نار ومواد سائلة ساخنة يمكن يحدث عنها مثلا الحروق نعم يحدث الحرائق نوافذ وسلاليم ممكن السقوط وأسلاك كهربائية عارية يعني السعق الكهربائي واندزوا الآن للسؤال الأخير وهو السؤال الخمسة السؤال الأخير في مادة الاجتماعيات يعني التربية المدنية أذكر تصرفين لتجنب الحوادث والمحافظة على ذاتي دان جوجيا التصرفات بدأوا بالتصرف الأول دان تصرف أول أبتعد عن الأسلاك أو عن لمس عن لمس أبتعد عن لمس الأسلاك الكهربائية العارية دان مثلا لقيت الأسلاك كهربائية عارية في الخارج ما نمشيش نقصهم بيدي قدر يحدث لي السعق الكهربائي تانيا ممكن ديرو لا أسبح في الأماكن الخالية من الحراسة لا أسبح في الأماكن أماكن الخالية من الحراسة لأنه أخبرني أماكن تكون محروسة باش ميحدث لي تشي حاجة واحتوي دا حدش لي يكون كين الحراسة وينقضوني بسهولة ممكن ديرو لا أصعد السلاليمة بالجريل أبتعد عن النار ولا ألعب بها إلى غير ذلك إذا نطلبوا مني فقط تصرفين إذا وبهذا سنكون كم مثل فيديو دي اليوم اللي كان يخص فرد من فروض المراقبة المستمرة الدورة الأولى الموسم الدراسي 2022-2023 مادة للجيماعيات المرحلة الثانية كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع أستاذ محمد البخاري بالشراك والضغط على هذا الدرس باش يبقوا وصلكم جميع الفيديوات اللي كان قدم كنتم معكم للأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى